موسيقى سلام من الله عليكم عزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من الصحافة اليوم والبداية كما عودناكم بإطلالة سريعة على أهم العنوم البداية من موقع اليمن اليوم وفيه نقرأ تهجم واعتداء جديد للحوثيين على مبنى مجلس النواب بصنعاء ألوية العمالقة تعلن استكمال تحرير محافظة شبوة اللجنة الوطنية للتحقيق وثقنا مقتل وإصابة 1237 مدنيا خلال العام 2021 وكالة ثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية إصابة مدني بجروح خطيرة جراء انفجار لغم حوثي شمال حجة شبوة ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف عتق بصاروخ باليستي أكد مساندته للمحافظ المؤتمر الشعبي بشبوة يستأنف أنشطته باجتماع باركة موضوع المشتركة وانتصارات العمالقة الساحل الغربي أورد الآتي اللواء الركن يوسف الشهراني القوات المشتركة لن تدخر جهدا في دعم وإسناد المقاتلين في مختلف الجبهات تحرير كل مديريات شبوة من ميليشيات الحوثي بهشاد سفينة تجسس إيرانية تدعم الحوثيين في البحر الأحمر وكالة خبر طلعتنا بالعناوين التالية ميليشيا الحوثي تحيل قضاة لمجلس محاسبة لانتقادهم فساد وجرائم الميليشيا مواطنون غاضبون يقطعون الشوارع بمدينة تعز احتجاجا على اختطاف عصابة تابعة لميليشيا الحشد الإخوانية فتاة من أسرة الحرق مع أذون سندات بخمسة وثلاثين مليار ريال فريق الخبراء يفضح أسواق الحوثي السوداء ومنافذه الجمركية المستحدثة في موقع نيوز يمن نقرأ مأرب تجدد المواجهات في البلق والشرق حريب أمن تعز متواطئ مع الجناء جريمة اختطاف تعيد قضية عائلة الحرق للواجهة موقع المنتصف أوردلاتي سيطرة يمنية على حريب وتمركز حوثي في ملعاب مأرب تقارير مرعبة عن ألغام حوثية في عسيلان وبيحان موقع عدن الغد طالعنا بالعناوين التالية قيادي إيراني مهددا اليمنين الفتح النهائي في بلادكم قريب جدا الريال اليمني واصل انهياره أمام العمولات الأجنبية مواطنة من عدن تدعو لمساعدتها في العثور على شقيقها المفقود في صحيفة الشارع نطالع قوات العمالقة تحرز تقدمات ميدانية باتجاه مركز مديرية حريب جنوب مأرب تعوة أممية للسعودية والمانحين الدوليين للانتقال باليمن من الإغاثة إلى التنمية وبناء المؤسسات من الصحف العربية الشرق الأوسط تطهير عين شبوى مستمر وترقب للسعادة مديريات جنوب مأرب الحوثيون يستهلون العام الجاري بإغلاق عشرات المخابس في صنعاء انقلاب يوليمن يسعون لإنشاء صندوق جبايات لمصلحة أسرقة لهم في موقع الحدث الإخبارين طالع البعثة الأممية بالحديدة تعلق على عسكرة الموانئ طلبنا تفتيشها لنزع الألغام والعبوات تمشيط شبوى يتواصل بعد شبوى الجيش اليمني يشدد الخناق على الحوثي جنوب مأرب وآخيرا من إسبوتنيك التحالف يعلن عن خسائر كبيرة في الأرواح لدى الحوثيين إثر تسع وأربعين عملية عسكرية وحدة اليمن وألوية العمالقة تحت هذا العنوان أورد الكاتب عبدالله بن بجاد العتيبي مقالا جاء فيه دون وحدة اليمنيين لن يتحرر اليمن ودون عمل جاد ومخلص وأولويات وطنية جامعة لن تندحر ميليشي الحوثي الإرهابية هذه عبارات تبدو سهلة ولكن تنفيذها على الأرض سياسيا وعسكريا ليس سهلا بل تعترضه الصعوبات وتحيضه التحديات تحركت القوات العسكرية بشتى تصنيفاتها وبغضاء كامل من التحالف العربي على العديد من الجبهات وتم تسجيل تقدم وانتصارات مميزة في شبوى وبيحان تحدث عنها العالم وتابعها المراقبون وتم تحرير مناطق مهمة من سيدرة ميليشي الحوثي في أيام معدودة والجبهات الأخرى تتحرك وإن اختلفت تراجة النجاح ونتائج المعارك ألوية العمالقة في تقدمها السريع والقوي الحقت هزائم متتابعة وحاسمة ضد ميليشي الحوثي في كل المعارك التي خاضتها وأوضحت أن هزيمة الحوثي سهلة وقريبة والمقاطع المصورة التي تخرج من هناك توضح سرعة هروب العناصر الحوثية من المعارك لا يلون على شيء تاركين خلفهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وبعض المنشورات الحزبية العقائدية وشيئا من المخدرات التي تستخدمها كل الميليشيات الإرهابية في المنطقة لتقوية عناصرها حين تحتد المعارك ويشتد القتال نجاحات ألوية العمالقة في عملية إحصار الجنوب تقدم نموذجا لما يمكن صنعه في بقية الجبهات ويفتح الباب أمام إمكانية التقدم القوي باتجاه صنعاء العاصمة التي تختطفها مليشي الحوثي منذ سنوات والجيش اليمنى يتحرك في مأرب بالتوازي مع حركة ألوية العمالقة في شبوه وحين المحافظة على هذا الزخم والانتصارات فإن الحرب ضد الحوثي لن تضول وفجر اليمن يمكن أن يشرق مجتدا في قراءة للخبر الذي سنناقشه طالعنا موقع الحدث الإخباري تحت عنوان بعد شبوه الجيش اليمني يشدد الخناق على الحوثي جنوب مأرب مع استرجاع الحكومة اليمنية أمس السيطرة الكاملة على محافظة الشبوه الغنية بموارد الطاقة من مليشيا الحوثي بدأ الجيش اليمني بمؤازرة المقاومة الشعبية والقبائل التركيز أكثر وبكثافة ميدانية أقوى على محافظة مأرب المجاورة وفادت مصادر محلية اليوم ثلاثة بتشديد الخناق على المليشيا جنوبا كما شارت إلى تقدم الجيش باتجاه عقبة ملعاف مأرب واضافت أن ألوية العمالقة تتجه نحو مديرية حريب مأرب فيما شدد رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن الصغير بن عزيز أمس على أن العمليات الميدانية تسير وفق الخطط المرسومة وأن المكاسب تتعزز يوميا بفضل بسالة المقاتلين وما يتحلون به من كفاءة لمناقشة هذا الخبر وأهمية التحام ألوية العمالقة مع القوات الحكومية في مديرية حريب أرحب بضيفي من القاهرة عبد الحميد الشرعبي مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية بمأرب أهلا وسهلا بك عبد الحميد أهلا وسهلا بك أستاذ تامر وبتساعد المشاهدين الكرام كما هي تحية لمن سينضم إلينا عبر الهاتف فاصل ونبدأ النقاش أستاذ عبد الحميد نبدأ من آخر الأخبار والتي تتحدث بأن طلائع ألوية العمالقة اقتحمت الكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في مديرية حريب وهناك التحام سيكون مع القوات الحكومية أهمية هذا الالتحام في مديرية حريب حقيقة معركة مارب تعتبر الآن بعد تحرير شبوة في حكم المحسوم ما تحتاج إلى بضع الوقت فقط الالتحام والقفتين يزيد قوة العملية العسكرية وسرعة الإنجاز والتحرير الانطلاق من حريب إلى ملعاء سيعقل أيضا بانسحاب ميليشيا الحوثي من مديرية القوبة وبالتالي أصبحت القمحة القنوبية آمنة إلى جانب أن القمحة الغربية من المارب ما زال الآن هي من فقر اليوم مشتعلة ويحقق الجيش الوطني تقدمات هامة وكذلك من الغرب الآن الأعين تنظر إلى ما بعد مارب هل ما بعد مارب محافظة صنعاء والعاصمة محافظة البيضاء الاستراتيجية والحيوية الميليشيا الآن في أضعف حالاتها خسرت الكثير فاعتقدت وظنت وبعض الظن إثم أنها لن يقدر عليها أحد تمادت بسبب الفرص التي تمنح لها من أجل السلام وأضاعت كل الفرص من أجل السلام بتحت الضغط الدولي لكنها اليوم تنكشف على حقيقتها وقوتها وماذا هشاشتها وأن الانتصال عليها سهل إذا متحد اليمنيون وتحركت كل القبهات الآن الرسالة الموجهة إلى أبناء القبائل المقاتلين في صفوف مليشيات الحوثي أنتم تقتلون على ماذا؟ أنتم تضحون بمشروع خاسر ومعركة خاسرة عليكم من استطاع أن ينضم إلى المناطق المحررة القجرة الوطنية والقوات المشتركة أو غيرها فليسارع قبل أن يفوته الوقت أو على الأقل أن يترك هذه الصفوف ويرقع إلى بيته حفاظا على نفسه من أجل أولاده على ماذا تقتل وأولادك يعيشون بعدك المأساة والبلاء والقوع والفقر والمهانة لماذا تضحي بنفسك؟ نعم أستاذ عبد الحميد أشرت إلى أن معارك محافظة الشبوى والعمليات العسكرية التي لم تكمل العشرة أيام أكدت مدى هشاشة وضعف المليشيات الحوثية لكن في المقابل هناك من يتساءل ما الذي ينقص مأرب من أجل أن تقطع نفس الشوط وربما أكبر الذي قطعته ألوية العمالقة من أجل الخلاص من ميليشيا الحوثي التي منذ فبراير الماضي وهي تصعد عسكريا نحو المحافظة التي يقطنها أكثر من مليوني مواطن يمني لتصحيح المعلومة مارب صامدة منذ عامين والحوثيين يقولون سيفطرون على تمر مارب وسيصومون في مارب ومارب حققت في مرحلة من المراحل كان حتى التوقه الدولي والضغوط ينظر على إعطاء فرص للحوثيين من أجل الانتزام بالمبادرات أو الإنصياء للمبادرات والقلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيقاف العمليات العسكرية كمادرة حسنية واستنزفت الكثير من قدرات مليشيات الحوثي ومثلت تقب أسود كان ينقص مارب هو التأمين ظهرها كانت شبوة هي عملية سقوط بيحان هي عملية مؤثرة شديد في الجمهة القنوبية لشبوة ولكن الآن بعد تحرير القبهة بيحان أصبحت نلاحظ كيف تتهاوى قلاع ومراكز ومعسكرات المليشيات الحوثي ومناطقهم الاستراتيجية التي يسيطون عليها بأقل التكاليف وبالتالي الآن توفرت كل الظروف وأيضا المجتمع الدولي وصل إلى قناعة والحلفاء على أن هذه المليشيات لن تخلد إلى السلام ولن تستجيب لأي مبادرات وأنه لا ينفع معها سوى الحسم العسكري وبالتالي نلاحظ أن الجمهات والتحرك والتصعيد التدريقي في هذه العمليات هو ما يزيدها عنفوان وقوة بدل التصعيد التي تبدأ من القوة ثم تخفت ولكنها الآن بدأت بالتصعيد التدريقي وهذا يزيد عنفوان وقوة الآن ما زالت التقنيد والتحشيدات والتعبية العامة قائمة لمزيد المعركة الخلاصة الكبرى ما زالت الآن هو تمهيدات الحقيقة ما يلقاه المليشيات الحوثي إلى الآن من أسار الشبوى وغيرها ما هي إلا مقبلات المعركة الكبرى هذه تمهيد لأرضية المعركة المعركة الكبرى هي نحو صنعاء ونحو البيضاء نعم أستاذ عبد الحميد أشرت إلى أن ما ينقص مأرب هو تأمين ظهرها وربما تشير إلى الآن ما يحدث في شبوى من تأمين للمديريات الثلاثة التي استولت عليها مليشيات الحوثي لكن البعض يرى بأن التوغل إلى شبوى كان بدايته من محافظة البيضاء التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي في سبتمبر الماضي وتوجهت شرقا نحو محافظة شبوى وشمالا نحو محافظة مأرب هل هذا يعني بأن تأمين شبوى ومأرب أيضا يعتمد بدرجة كبيرة على استرداد محافظة البيضاء من قبضة مليشيات الحوثي نعم عزيزي مأرب تعتبر كما قلت سابقا أنها في حكم المحسومة يعني معاركها تحتاج إلى قليل من الوقت لكن العين قلنا على ما بعد مأرب يا صنعاء والبيضاء البيضاء هي موقع استراتيجي هام لتأمين المناطق القنوبية والشرقية أيضا كاملة وإيضا لقطع المضيل لتحرير أكبر كتلة سكانية من تحت قبضة مليشيات الحوثي نحو دمار وأب والضالع وتعز والتحام الجبهات الصائدة من اتقاه شمير والعدين من القوات التي متجهة من البيضاء ونحو دمار وبالتالي تطوق العاصمة صنعاء من عديد من الاتقاهات ويسهل بالتالي تحرير العاصمة صنعاء دون مزيد من الدمار والخراب نعم عموما للمزيد من النقاش رحب بضيفي عبر الهاتف منصور الزيلعي نائب ركن الإعلام بمحور آزال مرحبا بك فندم منصور أهلا سهلا بك وأهلا بالأخوة المشاهدين الكرام أحيي عبرك الأبطال المرابطين في المواقع في الميادين في الصغور أحيي أبطال العمالقة وأبطال الجيش الوطني هذا اليوم الذي كان لهم يد كبيرة بفرحة الشعب اليمني باستعادة أرض من أراضي اليمن بالأمس تم استعادة محافظة شبوه واليوم يتم استعادة حريب وإن شاء الله غدنا القوبة حتى تحرير اليمن وشبوه حتى تحرير اليمن كاملا من شرمة إيران نعم بداية لو تطلعنا على الانتصارات التي تحققت للقوات الحكومية في الجبهة الجنوبية وتحديدا في سلسلة جبال البلق الشرقي وأيضا ما يتعلق بالمناطق المحاذية لمعسكر أمريش وأيضا عقبة ملعا أخي العزيز طبعا الجيش من جهة جنوب مأرب تقدم في عرق البور وشقات البور جنوب شرق أمريش وملعا وهناك الآن معاركة مستمرة حتى يلتقي الأقوة من جنوب مأرب مع الأقوة القادمين من مديرية حريب في عقبة ملعا المعارك هي على جهتين الجهة الأولى من جهة أمريش باتقاه ملعا والجهة الأخرى قطع طريق حريب عقبة أمريش يعني عقبة ملعا نعم عقيد منصور من قبل العمالك نعم عقيد منصور أهمية هذا الالتحام الذي سيحدث أكان من الجبهة الشرقية الجنوبية لمديرية حريب أو من الناحية الشمالية حيث القوات الحكومية في مأرب وهل سيسهل من سقوط هذه المديرية واستردادها من قبل القوات الحكومية طبعا الانتحام يعني فائدة كبيرة سيتم أولا تحرير عدة مديريات حريب القوبة وممكن بتسعى يعني هذا الستعادة القادمة والأيام القادمة سيتحرر قبل المراد والعبدية ومهلية عدة مديريات في جنوب وغرب محافظة مأرب نعم أنت ذكرت المديريات الواقعة جنوب مدينة مأرب ماذا بخصوص الجبهة الغربية وتحديدا حيث صرواح وأيضا مناطق المشجح والكسارة وهيلان طبعا جنوب محافظة مأرب القيش استطاع استعادة مواقع مهمة في باتجاه حمد الذئاب وملبودة والآن هو على مشارف هيلان وإن شاء الله الأيام القادمة يتم استعادة هيلان نعم كونه الحامي الرئيسي لمحافظة مأرب من القهة الغربية نعم العقيد منصور الزيلعي نائب ركن الإعلام بمحور آزال أشكرك جزيل الشكر كما أرحب بظيفي عبر الهاتف رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي أهلا بك أستاذ رماح أهلا وسهلا أستاذ رماح يعني منذ بداية العام الجديد يبدو أن تباشير النصر تهل من شبوى والآن تهيأ مأرب لتزف بشارة النصر ضد ميليشيا الحوثي كيف تقرؤون هذا الالتحام بين ألوية العمالقة والقوات الحكومية وأيضا حتى العمليات الحاصلة في الساحل الغربي وهل هو مؤشر على التحام القوى الوطنية ضد ميليشيا الحوثي شكرا جزيلا أخي نعم حاليا يبدو أننا أمام تحول استراتيجي مهم في إطار المعركة الوطنية التحول بدأ من العام الجديد وانتصارات كبيرة تم تحرير مديريات محافظة شبوى واليوم في مأرب مأرب تتنفس اليوم بعد أن كانت محاصرة من جهتين اليوم تبقى جبهة واحدة يجب أن تتوحد كل القوى الوطنية وأن تفعل ما قدمه أبطال العمالقة من انتصارات خلال عشر أيام وتم تحرير مناطق شاسعة رسالة يجب أن يفهمها الجميع أن القوى العسكرية قادرة على تغيير المعركة السياسية فرض واقع جديد وهذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تفهمها الميليشيا الحوثية الجيش الوطني في مأرب مطالب بتصحيح أو ضاعة مطالب بالتقدم وتحقيق انتصارات كبيرة أيضا الدعم الذي قدم للوية العمالقة أيضا يجب أن يسند الجيش في مأرب بنفس الكفاءة والقوة لتتحقق الانتصارات انتصارات مذهلة انتصارات بعثت فينا الروح المعنوية أعطتنا أمل كبير بأننا سنكون قريبا في صنعاء وبذلك هذه الانتصارات يجب أن لا تتوقف اليوم الميليشيا الحوثية في حالة انهيار لا يجب أن تترك لها الفرصة لتلتقط أنفاسها وتلتب أوضاعها لتسعيد الزمام بالمبادرة بالهجوم أيضا نقطة أخرى اليوم الميليشيا الحوثية تتحرك وتتواصل مع المجتمع الدولي بما يخص مسرحية جديدة يمكن أن تتحدث فيها عن السلام وعن التوصل إلى سلام اليوم القنوات الإيرانية التي كانت تصلت في برامجها وعناوين برامجها بعنوان مأرب تتحرر وهاشتاغاتها على القنوات الفضائية ألغت الهاشتاغات التي تتحدث عن مأرب حسب نصر الله الذي خطب وكان يخطب بشكل إسبوعي ويتحدث في نصف خطابه عن مأرب نسي مأرب تماما بمعنى أن مأرب كثرت الآمال وحطمت الأحلام الفارسية بأن تتحرر مأرب بمعنى أننا في مرحلة جديدة تحول جديد يجب أن يستمر لا أن يتم تخديره أو أن يتم وضع العراقيل أمامه سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها هذا الزخم المستمر هذا التقدم المستمر الميليشي الحوثية في حالة شتاغ خصوصا أن هناك أحاديث عن غياب ومصير مجهول للقيادات الحوثية بينهم عبد المشاط أو عبد الملك الحوثي أو أي من القيادات الأسكرية بمعنى أن الفرصة مواتية للاستمرار والانقضاض على ما تبقى من الميليشي الحوثية نعم رمح حل يمكن واعتبار اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيراني في مسقط مع المتحدث باسم الحوثيين أنه في سياق محاولة الخروج من الضغط الذي يعني يفرض على ميليشي الحوثية على الميدان لأنه يتحدث الناطق باسم ميليشي الحوثي بأن الاجتماع في إطار مناقشة التصعيد ما سماه بالتصعيد العسكري وأيضا الوضع الإنساني والسياسي الميليشي الحوثية هي أداة إيرانية تابعنا أمس موقع مقرب من الاستخبارات الفرنسية من نشر أن إيران عينت عبد الرضا الشهلاي وهو القائد العسكري في الحرس الثورية الذي يتواجد في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات ويدير الميليشي الحوثية عينته ليقوم بها بمهام حسن إرلو وهذا تأكيد على أن إيران لا تهتم سوى بأن يكون الملف اليمني واحد من الأدوات التي تستخدمها من أجل مفاوضتها في زينا مع المجتمع الدولي من أجل رفع العقوبات عنها هي لا تهتم باليمنيين باعتبارهم يمنيين متضرين من الحرب هي تهتم باليمنيين كجماعة حوثية أداة تستخدمها في إطار التفاوض السياسي مع المجتمع الدولي لتحقيق المصالح الإيرانية وهذا أيضا ما الهدف الذي أنشأت من أجلها الميليشي الحوثية وتسعى من أجله الميليشي الحوثية لو كانت تريد أن تحقق شيء لليمنيين لتوافقت مع اليمنيين من أول متفاوض السياسي ولولا تكون جهات والدعم الإيراني لما استمرت الميليشي الحوثية تقاتلنا حتى اليوم وتقتل أبناء الشعب اليمني والبحايا بالآلاف والمعاناة المستمرة والأنهار في كل المجالات بمعنى أننا أمام جماعة أو أداة أو شخصيات تحمل الجنسية اليمنية وهي تعمل لصالح الأجنداء الإيرانية نعم أرجو أن تبقى معي رماح بالعودة إليك أستاذ عبد الحميد وبالإشارة إلى ما ذكره رماح بأن مصادر استخباراتية تتحدث بأن إيران ستعين عبد الرضا شهلائي بديلا لحسن إرلو مع أنه لن يحظى بالصفة الدبلوماسية تحت مسمى سفير لإيران لدى الحوثيين ما هي دلالة هذا التعيين في هذا التوقيت إن صح هذا الخبر هذا الشيء ليس بقديد عبد الرضا شهلاني من أكثر من عشر سنوات وهو يمارس عمله ويقوم بالتدريبة العسكرية والقيادة وهو مترك على الأجندة الإمريكية والعقوبة الإمريكية ومكافأة إمريكية لمن يدلي بمعلومات عنه وهو يقود العملية التفخيخات الإرهابية وغيرها ما تقوم بها أنها ستسند له الدور هو له دور أساسي في إدارة المعارك منذ القدم لكن هذا مؤشر على أن الإيران لا تجد شخصية بديلة تغطي مكان إرلو ولا تستطيع أن تعيد نفس السيناريو بإرسال بإسم تحت مسمى سفير لأنها خسرت سمعتها وخسرت أجندتها وخسرت حتى في المحافلة الدولية وانكشف حتى الحوثيين مدى علاقتها أنها تتعامل مع مليشيا وأنها الدائمة لهم ورائلة هم هو كان حاكم عسكرين وبالتالي حاولة تتوارى بإسم القائد العسكرين نلاحظ أيضا حاليا أن غياب القيادة الحوثية هذا يطرح أيضا علامة استفهام مع غياب إيرلو بعد مصرع إيرلو والأيام القادمة ستكشف عن صحة المعلومات المتواردة عن مصرع القيادات الكبيرة وهو التي تتكتم عليه مليشيا الحوثي من أجل الحفاظ على تابط صفوفها وهذه الأنباء وهذه المعلومات هي من ستكون الضربة الأخيرة في نفس هذه المليشيا لكن الدعوة الآن موجهة إلى إخواننا إلى آباءنا إلى كل من يتعاون مع هذه المليشيا إلى كل من يقاتل في صفوف هذه المليشيا أن يلحقوا أنفسهم أليس فيكم رجل رشيد انظروا كم القتلى خلال السنتين الماضيتين كم هلكوا على حدود مارب كم من القتلى ومن القرحة ومن المفقودين ناهك عن الأسرع والقنازة التي تسير بالعشرات باليوم الواحد على ماذا؟ أخذوا خلال السنتين بعض المناطق وخسروها في أيام فلتعتبروا يا أولو الألباب وتركوا صفوف هذه المليشيا في معركة خاسرة تستخدمكم كوقود فقط أبناءكم من يدفعون الثمن تبعات قراراتكم الخاطئة بالانضمام لهذه المليشيا وهلاككم وهم يعيشون بعدكم بالحرمان واليتم والمعاناة والفقر والضل فانضموا إلى صفوف الوطن فانضموا إلى الجمهورية انضموا إلى بلدكم انضموا إلى كرامتكم من أجل أكرامة أبنائكم على الأقل مستقبلاً ابقوا من أجل ترعوا أبنائكم على الأقل يتركوا صفوف المليشيات وكل يرجع إلى بيته نعم عطفاً على ما ذكرت فإن الكثير من المصادر الإخبارية تتحدث بأن قتل مليشيا الحوثي منذ فبراير الماضي ربما تتجاوز الثلاثين ألف قتيل أيضاً في المقابل هناك كان تعنت وتصلب حوثي زعيم مليشيا الحوثي خرج غير مرة في خطاب يقول بأنه حسم خيارات الحرب في دليل ورفض قاطع لمبادرة السلام وسؤالي لك رماح إلى أي مدى هذه الانتصارات للقوى الوطنية ربما تنهي حالة التصلب الحوثي بإعاز من إيران التي كانت تمني المليشيا في رمضان الماضي بالإفطار من تمر مأرب هذا التحول من موقف الاتفاع إلى موقف الهجوم وتحقيق الانتصارات مهم ورسالة سياسية لكن لا ينبغي أن يتوقف ما نتخوف من أن يكون هناك تدخل للأمتحدات تعيدنا إلى ما كنا عليه وتترك الفرصة للمليشيا الحوثية لتنتقد أنفاسها وترتب صفظها لتتحول أيضاً إلى موقف الهجوم المليشيا الحوثية منذ أن كانت في كوف مران وهي تستفيد من مسمى لجان الوساطات المحلية والقبلية ولجان الوساطات العلماء ووصولاً للجان الرئاسية ووصولاً إلى اللجان الأممية عبر مبعوث أممي هي فقط تستخدم هذا الموقف لترتيب أوضاعها ما نتمنىه اليوم في حالة الانهيار الموجودة وغياب القيادة الموجودة أو المصير المجهول لها أن لا يتم التوقف عند نقطة معينة يجب أن يستمر الهجوم أستاذ رمح نحن دائماً نعلق الفشل والإخفاق وتوقف المعارك في الجبهات على الأمم المتحدة ألا ترى بأن المسؤول الأول هو الشرعية وأن أي توقف يعد خذلان للدماء الزكية التي بذلت من أجل استعادة الدولة والجمهورية اليمنية أنا قد أتفك أن الشرعية لا تريد أن تدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي أو أن تتعامل بموقف الذي يرفض المجتمع الدولي مثلما تتعامل ميليشيا الحوثية اليوم بتجاهل كل القرارات الدولية الشرعية لديها ورقة الاعتراف الدولي تتعامل مع المجتمع الدولي تواجه ضغوط دولية لا تريد أن تجرح في علاقتها مع المجتمع الدولي والمجلس الآن والأمم المتحدة كونها الورقة الرابحة وهي ممثلة عن كل أبناء الشعب اليمني أستاذ رماح لكنها تجرح مشاعر اليمنيين كما حدث في اتفاق السويد تجرح مشاعر اليمنيين كما حدث في اتفاق السويد وأنت تعلم بأن ميليشيا الحوثي جمدت الحديدة وتوجهت شرقا من البيضاء إلى شبوى إلى مأرب نعم أنا أتفك معك لكن هذا المنطق عندما نقول أن الحكومة لا تريد أن تدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي لا يعني التناغل عن حقوق ومستقبل أبناء الشعب اليمني ينبغي على الحكومة أن تتخذ موقف قوي متوازن بما يحفظ كرامة واستمرار المعركة وتحقيق الانتصابات وعدم الربوخ للموقف الدولي يجب أن يتم التعامل مع الميليشيا الحوثية بجبهة سياسية وجبهة ميدانية الجبهة الميدانية تستمر في معاركها لا تتأثر بالجبهة السياسية ومسألة استفاق السويد أو مسألة الجهود الأممية أو البيع الوهم الزائف والتفاءل غير المنطقي أو غير المقبول الذي كان يبيع المبعوث الأممي سواء السابق أو الأخير يجب أن تكون هناك تحرك من الحكومة الشرعية لدعم المقاتلين في الميدان والجيش الوطني صح أو باعه ويستمر في مسألة الهجوم أما الميليشيا الحوثية لا يمكن أن تخضع للسلام ولا يمكن أن تقبل بالسلام أو توقيع استفاق السلام ما لم يكن الجيش على أبواب صنعاء أو في مطار صنعاء هناك سترفع الميليشيا الحوثية الرأي البيضاء حتى وإن وصل الجيش إلى مطار صنعاء تبقى الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية كهانوتية لا يمكن أن تقبول بها حتى ولو بأفكارها ومجروعها ما لم تتحول إلى مكون سياسي بعيدا عن كل الأفكار العنصرية والإرهابية نعم رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك وقبل أن نستأنف النقاش نتوقف عند مقال لياسر ضبر بعنوان مخالب الموت عشرة أيام ومحلات صرافة تشتري الريال السعودي بمائتين وثمانين ريالا وترفض البيع واليوم تبيعه بثلاثمائة وخمسين ريال أمام المرأة ومسمع البنك المركزي والحكومة الشرعية وأجهزتها المختصة في تلاعب فاضح وفج بالعملة الوطنية التي تحولت إلى مسخرة لم يشهدها التاريخ من قبل الغريب في الأمر والمثيل الدهشة أن البنك المركزي والحكومة وكافة الأجهزة المختصة صامتة على هذا التلاعب وكأن الأمر لا يعنيها ومعالجاتها أصبحت لا قيمة لها أمام هوامير الفساد بل أصبحت المعالجات مخدرات موضعية وسرعان ما تتحول إلى عامل مساعد أو بالأصحة فرصا ثمينة أمام المتلاعبين بالعملة ما أفقد المواطن الثقة بجدارة الحكومة أو إدارة البنك الجديدة من الصيدرة على السوق المالي فالتلاعب اليوم أصبح منظما وبطرق احترافية مذهلة وتماهن رسمي عجيب وكل هذا لقتل المواطن البسيط الذي أصبح ضحية حرب فردت عليه وقضت على حاضره ومستقبله وأتى هبوط سعر العملة ليكتمل أمامه السواد القاتم لهذه الحياة فمن يدين الاقتصاد اليوم وهل الحكومة الشرعية والبنك المركزية يديهم نظيفة وغير مشاركة في هذا التلاعب حامية حرمية أم أنهم متخلين عن مسؤوليات تحت مبررات وهية وأفسحوا المجال أمام عصابات العبث والفساد دون مشعور بأي مسؤولية أخلاقية أو قانونية تجاه شعبهم المسحوق والذي أصبح فريسة لمخالب الحرب وغلاء الأسعار القاتل بالعودة إليك أستاذ عبد الحميد والمقال لخص معاناة المواطنين من انهيار قيمة العملاء المحلية أمام العملاء الأجنبية أيضا تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية تحدث بأنه خلال سنوات الحرب كان عدد الوفايات في اليمن بنسبة 60% لأسباب غير مباشرة والنسبة الباقية 40% بنيران أطراف الصراع ألا ترى أن الجوانب المعيشية والاقتصادية المتردية للشعب اليمنين هي من أهم خالب الموت نعم عزيزي الحكوبة في هذا المقال فشلت فشلندر في مقال الملف الاقتصادي وهو الملف الأهم الذي يخدمه المواطن المواطن يمكن أن يصمد أمام مليشية الحوثي ونلاحظه صامد وأمام أدواتها ويقاومها ويقاوم فكرها ويقاوم مشروعها لكنه هو يصعب عليه أن يقاوم الأمعاء القالية أن يقاوم أن يصمد أطفاله أمام عينيه قوعا وحاقة ودلا على الإقراءات التي اتخذت كانت أولا بتغيير قيادة البنك المركزي استبشر الناس خيرا لكن لم تلمس الناس على أرض الواقع شيئا يذكر من الإصلاحات الحقيقية ما زالت السيول المالية في يد المضاربين ومحلات الصرافة البنك المركزي خاون وفاض سواء بالعملة الصعبة والعملة المحلية لا توجد إلى الآن سياسة مالية نقدية للحفاظ على الريال اليمني والأسعار والتعاون مجلس اقتصادي أعلى يتعاون فيها البنك المركزي مع كافة المؤسسات الحكومية والجهة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أيضا كجمعية نقافة الصرافين لا يوجد آلية واضحة وتعاون واضح وخط واضح وإنما يوجد تبادل المصالح بين هوامير الفساد نعم عبد الحميد الشرعبي مدير مكتب وكالة الأنباء اليمنية سبا بمأرب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم والشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله شكرا جزيلا لكم 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 اشتركوا في القناة